طلع محافظ حضرموت اللواء الروكن فرج سالمين البحسني على الأعمال الانشائية التي تجري حاليا لتجهيز مطار الريانة الدولي قبيل افتتاحه وتجشين حركة الملاحة فيه وتعرف محافظ حضرموت من قبل العاملين في مشروع تجهيز المطار على مستوى الانجاز في بناء صالة المطار الجديدة وقاعات المسافرين والمغادرين التي يجري حاليا وضع اللمسات النهائية لتجهيزها والانتهاء منها واشدد المحافظ البحسني على سرعة استكمال تجهيزات المتبقية وربطها بالكهرباء والماء وتنظيم ساحة مواقف السيارات وتشجيرها كما وجه الجهات المختصة بالتسريع في عملية إيصال الأجهزة الخاصة بعمل المطار وتركيبها وترتيب وتدريب الكادر الإداري الذي سيعمل عليها رفقه خلال الزيارة مستشار المحافظ محمد الحامد ومدير عام مطار الريانة الدولي المهندس أنيس باسويط